بامتحان اللغة الألمانية بالقسم الكتابي باينز ديتت ست هل إذا أنا عندي أخطاء كتيرة بالورقة وشخبطت هون وشخبطت تحت وفوق وما إلى ذلك هل هذا الشيء ممكن يأثر على العلامة أو لا الجواب هو ايه و لا يعني يعني إذا بدك تحسب الأخطاء اللي عندك حسب كم خطأ فيه المفروض الورقة تبعك تكون نظيفة يعني الورقة تكون ما فيها أخطاء ولكن إذا فيها عدة أخطاء محدود يعني عندك خطأين أو ثلاثة شخبطت طريقة طبعاً تكون الشخبطة مو أنك تشطب فوق الكلمة كلها بشكل كامل وتعمل دائرة ومعرف شو وتكمل لا عندك شخطة فوق الكلمة هيك بسيطة وتكتب الكلمة مرة تانية وتكمل ما في أي مشكلة ولكن المشكلة بتصير لما أنت بتكتب على هامش الورقة فوق مثلاً الورقة فوق المكان المخصص عندك مربع أنت مخصص تكتب فيه تكتب فوقه أو على جنب أو من تحت أو على يسار وما إلى ذلك هون هذا الشيء يأثر على العلامة أما أنك تخطأ عادي المفروض لما تكون بيضاء ولكن بآخر ويكشوب عملوها القسط حكوا أن هذا الموضوع عادي ممكن للواحد يخطأ وإنت ما عندك طريقة ثانية تصحح فيها إلا عن طريق أنك تشطب الخطأ وتصححه وكمان حكوا أنه أنت ممكن تكون خربطت بالموضوع كله فأنت من الطبيعي أنك تشطب على الموضوع كله بشكل كامل وبتكتب على ظهر الصبح كمان فما في أي مشكلة طيب السؤال الثاني بيقول هل إذا أنا كتبت التاريخ مثلا بالإيميل أو كتبت مثلا العنوان بالإيميل من فوق هل هذا الشيء بيأثر أو لا لا حكينا في فيديوهات سابقة كمان أنه التاريخ أو اسم المرسل واسم المستقبل والتاريخ والمدينة بالإضافة للبتغف اللي هو عنوان الرسالة هذا كله ما عادي يلعب دور كبير بالموضوع أو بالبريد هذا كله فيك تتركه على الجنب فيك تكتبه ولكن ما رك مجبور وإذا كتبته ما رح تأخذ علامة إضافية وكمان إذا تركته ما رح نقص لك من العلامة يعني أنت أهم شيء بالنسبة لإيميل هو ابتداء من الأن غاية مثلا سيجيات تتعملوا هنا عندك التكست وعندك الغوث بالأخير اللي هي مثلا بتفقيت نشن غوثن وهون انتهى الموضوع هذا أهم شيء بالنسبة لإيميل غير هيك بيكون شيء إضافي ما رح يضيف لك ولا رح نقص لك أي شيء سلام اشتركوا في القناة